السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نيمو الرفاق المهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة بلح الشام اقتصادية ومفاش تكاليف كتير ولا اي حاجة تابعوا معي الخطوات ومتنسونيش في اللايك والاشتراك ولو مفاش مفعلين زرار الجرس يريد تفعلو عشان يوصلكوا كل جديد اول حاجة المكونات معي معي كوبايتين دقيق وربع كوباية زيت وكوباية مية وتلب بضاط وكيس فانيليا طبعا المقادير دي لو انت عاوزة تزاودي فيها براحتك يعني ايه انت بتزاودي بقى الضعف اول حاجة هحط كوباية المية ومعيه ربع كوباية الزيت وحطوه مع النار يغلو بس اول ما المية غلية معي المية والزيت اروح نزله على طول بكوبايتين دقيق وافضل اقلب فيهم محدش يقول المية يعني محدش يقول ان المية هتكون مثلا قليلة لأ لان احنا عاب نكون عايزنا العجينة تكون سميكة تفضل تقلب فيها زي ما انا ما بقلب كده لغاية اما الضقيق يروح مني تفضل بس تقلب كده على النار هدي وهي كده يعني كده ايا مش ملمومة افضل اقلب فيها لغاية اما الضقيق يروح ولو احتاجت شوية مية حطي سنة صغيرة بس لان فيه انتو طبعا عارفين انواع الدقيق ممكن تحتاج مية زيادة وممكن تحتاج ما تحتاجش اصلا خالص فانتو حطو شوية بشوية صغيرين ما تقطروش اوي لو احتاجتو ما احتاجتوش خالص يفضل اقلب فيها زي ما انا ما قلبت كده عمال اقلب لغاية اما الضقيق يروح معايا والعجينة تتلم معايا بس هفضل اقلب فيها يا لسه برضو لغاية دلوقتي ما تلمتش معايا انا وانا بقلب بادوز بالمعلقة الخشب على العجينة عشان ادي ايه لو في حاجة مثلا انا مش شايفة ولا حاجة كده هي بدأت زي ما انتو شايفين هي تتلم معايا وبرضو بادوز بالخشبة عشان ادي ايه وده كله النار تبقى هاديا مش معاليين النار عشان في التقليف ده كله ممكن العجينة معاكم تتحرق خلوا بالكم النقطة دي بعد كده هسيبها ايه كده خلصت لمت معايا اهي بعد كده بقى اسيبها تبرد وقبل ما تبرد اكون ايه عملت الشربات كوباية اه كوباية ونص سكر وكوباية مية الشربات بيبقى متوسط ولا تقيل اوي ولا خفيف بعد كده بعصر علي عصرة لمونة بعد كده بوريكم شكل البلاب اللي انا هعمل بيها دي شكل هز غنون خالص ممكن في ناس بتحب تعمل بيها انا نفسي بشوف ناس بتحب تعمل بيه لكن انا نفسي هعمل بالبلة دي بس بعد كده بعد اما بردت معايا روح قصر عليها طلب بيضات ومش مرة واحدة بنزل اول بيضة بيضة اول بيضة تختيفي معايا وطبعا انا طبعا معرفة شام موضوع ده بالمعلقة يعني هي عايزة ايد او يا ام عجان وانا طبعا العجان بصراحة شيلاء فعملت بيدي حطيت اهو كس الفانيليا بعد كده اهو عملت بيدي اول ما اول بيضة تختفي اروح حتى التانية وكده خلصا خلصت التلب بيضات اهو دي شكل العجينة بتبقى عجينة سميكة طبعا من نجاح عمايل البلح الشام يبقى الزيت بارد خالص شايفين انا بعمل بقطعه على الرخامة يعني مش مولع عليه ولا سخنه ولا اي حاجة الزيت لازم يكون بارد خالص وبعد ما تعمل اول طاصة تروحي سايبه الزيت يعني مثلا تسيبه بارد خالص خالص انت تحطش ايدك فيه كده متحسيش بأي حتى دافية كده وتكوني موطية النار الوسط ولا هي عالية ولا هي وطي الوسط عشان يبقى من جوه متسيبه زي ما انتو شايفين هو لونه جميل تحفة لون الدهبي بس بعد كده طلعت اول وطلع من الزيت هحطه على طول في الشربات بعد كده بسيب بقفل بعد طاصة واسيبها تبرد خالص ورا عاملة الدور التاني وهو زي ما انتو شايفين كده انا خلاص خلصت زي ما انتو شايفين طالع مقرمش وجميل جدا بصراحة اتمنى ان شاء الله يكوني الفيديو عجبكم وما تنسونيش في اللايك واشتراك لو اول مرة تشوف قناتي ياريت تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته